تحت إشراف إدارة الخدمات الطبية والشؤون الصحية يتم تقديم الخدمات والإرشاد للحجيج كما انطلقت خلال الأيام الماضية حملة تطعيمات وفحوصات طبية لحجاج بيت الله الحرام بالعيادة رقم أربعة بمدينة البيضاء طبعا فيه كارت ينعط للحج يضمن تطعيمات تطعيمات هي محتوية على جرحتين الأنفلونزا والصحائي طبعا ترفق التطعيمات كشف طبي من ثم إصدار كشف يرافق الحج وتم تسليم الكارت للجنة حيث باشر الفريق الطبي الخاص بتطعيمات الدولية إجراء الفحوصات الطبية وصحب الدم خلال الأيام الماضية على جهاز الإيزة والانتقال للمرحلة الثانية من تاريخ اليوم وحتى نهاية الأسبوع المستدفين هم 150 من جماعة القرعة و22 من أسر الشهداء الحملة بدأت من يوم 17-6 ومستدفة خلال عشر أيام وتستدف التحليل والتطعيم والكشف الباطني وإن شاء الله الأمور كويسة والحملة تمام مدير الشؤون الصحية بالبيضاء أصدر تعليماته بتقديم وتسهيل كافة الخدمات الطبية لكل حاج وإجراء الكشف الطبي الكامل لهم للتأكد من صحتهم وعدم إصابتهم بأي أمراض مزمنة أو معدية لضمان السلامة للحجج لقناة ليبيا الحدث أحمد العقلي